اشتركوا في القناة مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء يمكن أن يحظى بتوافق جميع عضاء مجموعة أصدقاء الصحراء وذلك في تصريح للصحافة الإسبانية في ختام لقائه بعدد من المسؤولين الأردنيين بعمان يشار إلى أن الصحيفة الإسبانية البايس كانت قد ذكرت مساء السبت على موقعها على الانترنت أن إسبانيا تعتبر اقتراح الولايات المتحدة الأمريكية بشأن توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المينرسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان غير غابلين للتنفيذ وهو المقترح الذي رفضه المغرب بشكل قاطع ارتباطا بنفس الموضوع لا زال الرفض مستمرا لمشروع الأمريكية القاضي بإضافة مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء هذا الرفض الذي أتى بسيقة دولية حسب ما أوردته صحيفة البايس الإسبانية التي تحدثت عن تحفظات فرنسية وإسبانية في هذا الموضوع المزيد في تقرير لقالي الكوارا ملف قضية الصحراء يتحرك وليس نحو الحل هذه المرة ولكن في زوبعة عنوانها المشروع الأمريكي القاضي بتوسيع مهمة المونرسو إسبانيا الجار والحليف القديم للمغرب يرفض بشدة المشروع الأمريكي في هذا الإطار أوضحت يومية البايس الإسبانية في عددها اليوم الأمس السبت أن إسبانيا ترفض بشدة مقترحة المشروع الأمريكي القاضي بضم مهمة مراقبة حقوق الإنسان لبعثة الومونرسو موضحة أن مادريد وباريس تتفقان على هذا الرفض إسبانيا عدو لجنة أزقاء الصحراء والمستعمرة السابقة للصحراء أكدت أنه من غير القانوني إجبار دولة لها كيانها وسيدتها على هكذا قرار والأمر في رمته يعتبر خرطا لما تنصه قوانين الأمم المتحدة وفي سياغة لموقفها الدولي اقترحت إسبانيا وفق ما نشرت البايس تعيين مراقب من منظمة غوث اللاجئين مع مينورسو وأضافت اليوم أن باريس بدورها وكحليف أول للمغرب ودولة شقيقة تربطها أواصر تاريخية وسياسية واقتصادية مع المغرب تسعى بدورها على تعديل هذا المشروع الأمريكي وبنفس قوة التأييد الدولي تعرب جمعية شبكة المجتمع المدني المغربي بإقليم الباسك وشمال إسبانيا عن رفضها القاطع لأي محاولة لتغيير طبيعة مهمة المينورسو المكلفة فقط بالإشراف فيه على اتفاق وقف إطلاق النار بالمنطقة هذا وقد عبرت العديد من الفعاليات المحلية بجهة قليمي مصمارة عن استنكارها للمواقف الداعية إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو بصحراء فعالية أكدت وقوفها ضد كل ما من شأنه أن يمس بسيادة الوطنية حليف الاستراتيجي الأمريكي أنه لم يحسب حسابته في هذه القضية لأن المغرب ليس بلدا كمثل البلدان فالمغرب حليف استراتيجي كبير للولايات المتحدة ومنذ زمان قديم فبالتالي أن تمس سيادة المغرب هذا غير مقبول من كافة الفاعلين كمنتخابين كمواطنين كهيئات سياسية لن يقبل أي مغرب مغرب حر أن تمس سيادة فللوطن ضمنا وللوطن حياتنا فكيف يعقل أن تترك مخيمات تندوف والجزائر والدول التي يعرف الجميع أن حقوق الإنسان بها منتهكة ومنعدمة وأن تتسع قضية المونرسو التي هي بعقد مشترك ما بين الأمم المتحدة والمغرب سنة 1990 عند وقف إطلاق مار فلن يعقل أن يمس هذا العقد هذا التدخل هو تدخل سافر تدخل أمريكي لطرح هذا القرار هو تدخل سافر والذي تخوف منه كذلك أن هناك رائحة شم من هذا التدخل لماذا لم يتم تدخل في مناطق أخرى التي يتعرف هضر حقيقي وحقيقي وحقيقي حقوق الإنسان هناك تصفيات هناك معاملات لا إنسانية هناك عبودية هناك وهناك وهناك ألم تخوف منه أن هذا التدخل هو وراءه شيء خطير وخطير وخطير على المنطقة نرى أنه هذا التدخل نطلب من الله إن شاء الله لا يكون ولكن للواحظ أن هذا التدخل سيجر منطقة لوضعية كارثية وكارثية 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 نتمنى ونتمنى أن لا يكون لأننا عندنا وسائلنا الخاصة نطالب من مزيد الحفظ حقوق الإنسان نطالب من مزيد من كرامة الإنسان سواء في الجنوب أو في الشمال لكن الحذاري وحذاري وحذاري من تدخل أجنبي تدخل أجنبي لم يجر أي منطقة إلا لما هو أسوأ اليوم نحن في المغرب urge عدد يعطينا دروس لا للإنسان والل حق الإنسان عندنا الحمد لله حق الإنسان عندنا وإنه حق الإنسان عندنا تام تام الحمد لله بالحرية وبالاستغلال وبالتعبير وبجميع ظروف توفرها عندنا إحنا اللي هو واصلنا واللي أعدائنا يتراونا فيه هو الحسن حاسدنا على هذه الخيرات التي أعطانا مولانا ولهذا النظام المستغر زي اللي أعطانا مولانا هذه مدة من 14-15 ولهذا اليوم السنكرو هذا اللي أغامت به الولايات المتحدة أمريكا مليكا تقول علان لازم توسع صلاحية وهذا ما قد كانت في العالم بحلاش يطلب التوسيع بمعنى أنه ستخلق واحد الفتنة واحد الصراع اللي هو سيقول لنا طوايف اللي ما هي في لبنان اللي ما هي في أي مكان يعني غادي يقول لي واحد هذا السنفو واحد كذا يقول لك حقوق الإنسان الأمن ما يمكن تضمنه لمن يرسوه ما يلي يجيب الجوش وإحنا ملنا ما فقدنا الشرعية اللي ينتدخل بهذا الشكل هذا فالشرعية مزالت في محلها ومتمنوا أن هذا الشيء تكون مراجعة سابقة للتصويت أو شيء حاجة اللي لا تحمد عقباء هون تحيوز بائن وواضح للجارة للزائر وإحنا كسكان وكسكان المنطقة الجنوبية نعتقد على أن هذا التقرير غير صالح وما ممكن شيء لأنه نمشو مع تقرير مثل هذا التقرير اللي يدخل في السيدة المغربية وفي المصالح للشعب المغربي حقوق الإنسان للمغرب هو التي أدرى بمعالجة حقوق الإنسان والمغرب أعطى أشواط كبيرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في مستوى المغرب صفة عامة وحتى إذا كان مثلا هناك ملاحظات أو شيء حاجة المغرب أدرى بشؤونه نحن نشوف هذا مقترح الذي يرمي إلى توسيع صلاحيات المنص في المنطقة في المناطق الصحراوية حيف ومس بمقدساتنا ومس بوحدتنا الترابية ومس بسيادة المملكة المغربية على أرضها وضرب كذلك المجهود أو المجهودات الجبارة التي قامت بها المملكة المغربية منذ سنوات فيما يتعلق بحقوق الإنسان والذي هم أنفسهم يشهدون بذلك حقوق الإنسان في الصحراع بتغيير مهمة البعثة الأممية بالصحرا لتشمل مراقبة حقوق الإنسان وفي هذا الصدد شددت عدة هيئات سياسية وجمعوية على الحزم في التصدي لمثل هذه القرارات الغير مدروسة التقرير نساء الكرحان على المستوى الدولي أعربت جمعية شبكة المجتمع المدني المغربي بإقليم الباسكو وشمال إسبانيا عن رفضها القاطع لأية محاولة لتغيير طبيعة مهمة منورسو مستنكرة ما تضمنه الاغتراح الأمريكي من المغالطات من شأنها عرقلة البحث عن تسوية نهائية بتوافق كل الأطراف لهذا النزاع كما نددت اللجنة الخاصة المكلفة بالصحراء وأوروبا أن ناشطة بفرنسا في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة نددت بمحاولة توسيع مهمة منورسو معتبرة ذلك عزما على استغلال حقوق الإنسان واعتبر أطن مغرب فاعلون في عدد من المدن الألمانية أن محاولة تغيير طبيعة مهمة البيتة الأممية في الصحراء هي محاولة لإضعاف المسلسل الديمقراطي الذي سار فيه المغرب بقوة جمعيات أخرى ناشطة في شمال فرنسا عبرت عن أسفها شديد لهذه المحاولة التي تشكل بحسبها خطرا شديدا بمنطقة حساسة أصلا إعلاميا شددت صحيفة العرب القاطرية في عددها الصادر يوم أمس السبت على أن المقترح الأمريكي مس خطير بسيادة المملكة المغربية وانحراف كبير في مسار معالجة هذا النزاع حزبيا جددت عدة أحزاب من ضمنها حزب التقدم والاشتراكية وحزب النهضة والفضيلة في بيانات جددت تأكيد على أن هذا المقترح يضرب في الصميم كرامة الدولة ويستشف منه التشكيك في قدرة المجتمع المغربي على مواصلة العمل لإحقاق حقوق الإنسان وأن هذا المشروع لن يصمد أمام حقيقة التاريخ والأرض الموقف نفسه عبرت عنه هيئات محلية كفيدرالية ناشري الصحف بالقاليم الجنوبية بقليمي استعرض المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم أمس أمام جمع من الفعاليات المحلية بجهة قليمي مصمرة محاور التقرير المرحلية الأول حول فعلية الحقوق الإنسانية الأساسية بالأقاليم الجنوبية التقرير الذي أعدته اللجنة المكلفة بإعداد رأي في موضوع النموذج التنموية الجديد بالأقاليم الجنوبية تأسس على أفكار وتصورات الفاعلين المحليين بالجهة الجنوبية الثلاثة من المملكة الحافظ محضار وخالد تريكزي التقرير الذي أعدت لجنة مختصة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئية يعنى بموضوع فعلية سريان الحقوق الإنسانية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية وثيقة تجمل أيضا مسألة حكمة هذه الحقوق وممارسة الحريات الفردية والجماعية وشروط ممارسة الحوار الاجتماعي والمدنية تقرير يشكل إطارا مرجعيا يتم من خلاله تفعيل تحولات المعلن عنها في الورقة التأثيرية من أجل نموذج تنموي يمكن من تعزيز التماسك الاجتماعي وخلق الثروات ومناصب الشغلة تقرير المرحلي نبنى على سبعة محاور وهذه المحاور تفرعت عن 54 حقا أساسيا وهذه الحقوق قد تم استخلاص 92 ضابطا لكي ترافقها وتواكبها 300 مؤشر لقياس الفاعلية هذه الحقوق أهمية ديالوك تكمن في أنه يعطي نظرة شمولية على تشخيص مدى تفعيل الحقوق الأساسية بصفة واسعة فيما فيها حقوق الإنسان حقوق التنمية حقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية من جانب آخر أبرز التقرير المكتسبات وعناصر القوى في وضعية الحقوق الإنسانية الأساسية بالمناطق الجنوبية وكذا مختلف النقائص التي تعد قاعدة عمل لصياغة محاور الإصلاح الضرورية لتحديد نموذج مجدد ومستدام لتنمية المناطق الجنوبية محددات كانت ثمرة لقاءات تواصلية لأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع كافة الفعاليات المحلية التي جرى لقاؤها بمختلف الجهات الجنوبية تقرير الأولي جاء شموليا مع بعض الملاحظات أنه في بعض الأحيان يرتكز بحضور بعض التقارير المرجعية ذات السنوات القديمة وبالتالي ما نتمنىه اليوم أن هذا المشروع حقيقة الذي ينصب في إطار الهدف العام والتي كجهات متعطشة إليه إطار الجهوية الموسعة نتمنى أن لا نبني مقترحاتنا أو تقاريرنا في إطار التنمية الشاملة ذات الرؤية الشمولية على التقارير المغلوطة الورق جاءت بكل انتظارات وكل مقترحات التي كنا نادلين بها كمشامعة مدنية ولك المؤسسات في اللقاءات التواصلية التي كانت في قليميم والتي كانت في طاطا والتي كانت في الأقليم دي الجهة يبقى أن اليوم خاص لتمحيص وإضافة بعض الاقتراحات كانت هناك حقيقة بعض الانتقادات وتم طرح بعض المقتلحات التي كانت منها إن شاء الله بإذن الله لأنها تتخذ بعين الاعتبار وتدرج في التقارير المقبلة إن شاء الله وعموماً الإجتماع زاز في ظروف جيدة كان هناك حوار بناء إيجابي كله يصب في التجاه البناء دي الأقالي مدينة الجنوبية في إطار هذه المقربة التشاركية اللي يلقى فيها كل واحد رحته وللقى فيها كذلك ما يحس به كمواطن مغربي وحدوي في واحد عدد الإيجابيات كان بعض النواقس اللي هي طفيفة ونحن مع النار اللي إن شاء الله نتم منواتي والنواقس اللي كانت إن شاء الله ستجي في المرحل جاي حدد هذا التقرير الأول إذن أرضية عمل من خلال ما تم تجميعه من آراء وملاحظات وافكار ستحدد من خلالها معالم التدخلات التنموية التي تلبي الاحتياجات الأساسية لساكنة الجنوبية للمزيد من المعطيات حول أهمية التقرير الأولي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول سريان الحقوق الإنسانية الأساسية بالأقاليم الجنوبية كان الزميل الحافظ محضار قد التقى الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد دريس القراوي لنستمع نحضر معي سيدة دريس القراوي الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سيد دريس بداية المرتكزة لقام عليها الإعداد إلى تقرير المرحل الأول والمرتكزات هي أولا منهجية تتعتمد على محورين أساسيين مقاربة تشاركية ومقاربة حقوقية المقاربة التشاركية تتنطلق من الاستماع الواسع لكل الفعاليات والقوى الحية بالجهة الثلاث للأقاليم الجنوبية للمملكة المقاربة التانية مقاربة حقوقية تعتمد على تقييم دقيق موضوعي شفاف لفعليات الحقوق الإنسانية الأساسية بالأقاليم الجنوبية معتمدين في هذا على ثلاث مرجعيات أساسية أولى المرجعيات هي الدستور الجديد للمملكة وما أتى به من حقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية وتقافية وغيرها المرجعية التانية هي المواتق الدولية ذات الصلة بالحقوق الأساسية للإنسان والمرجعية الثالثة هي المتاق الاجتماعي الجديد الذي وضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي وصادق عليه خلال شهر نوفمبر 2011 إذن إعداد هذا التقرير السيد الأمي العام كيشكل واحدة مرحلة متقدمة في طريع ذات النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية المراحل القادمة هذه المرحلة لتفرع عليها هذا التقرير الأول هي مرحلة لتشخيص دقيق مضبوط لمدى أجرأت الحقوق الإنسانية الأساسية بالأقاليم الجنوبية هذا مكننا من إبراز وتحديد الرهانات الكبرى التي كشف هذا التشخيص والتي ستبنى عليها المرحلة المقبلة وهي تحديد معالم الإصلاحات الكبرى والبرامج المهيكلة التي ستشكل المضمون العملي للنموذج الجديد للتنمية الجهوية بالأقاليم الجنوبية والذي سيكون موضوع التقرير الثاني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الشأن والذي سيتم عرضه خلال شهر يونيو وبعد هاتين المرحلتين سيتم إعداد رأي المجلس فيما يخص المضمون العملي تسخيصاً من زاوية السياسات العمومية والاقتراحات العملية بما فيها الاقتراحات المتعلقة بخطط العمل على سعيد هذا النموذج الجديد للتنمية الجهوية بأقاليمنا الجنوبية نعم هذه مؤسسة دستوريكة تشتغلنا لحقوق الإنسانية الأساسية كغيرها من المؤسسات يعني في ظل التلويه الأمريكي بتوسيع دعوة لتوسيع الصلاحية من أرسل الصحراء هل المغرب الآن في حاجة لمن يملي عليه واجبات حقوقية؟ وفي الواقع عندما نسمع مثل هذه المشاريع قرارات نندهش كيف أن بلد جعل من الحقوق حقوق الإنسان مدخل لبناء مشروع مجتمعي ضخم بدأ في التأسيس له منذ أزيد من 15-10 سنة وأحدث هيئة للإنصاف والمصالحة ومجلس وطني لحقوق الإنسان وجسد بالملموس هذا التكريس الوطني الفعلي استراتيجي بنسبة لبناء دولة الحق والقانون والديمقراطية المغربية الحقة المبنية على حقوق الإنسان جسدها تأسيس مؤسسات استشارية تُعنى بهذا الجانب الحيوي للإنسان وحقوقه وركز في إطار توجيهات جلالة المالك الرامية إلى حد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لبلورة نموذج جديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية بني على مقاربة حقوقية في صلبها في عمقها كمدخل لوضع هذا النموذج الجديد في الواقع لا نفهم هل هكذا تتعامل دول صديقة مع دولة جعلت بصفة منفردة ومنذ القدم على صعيد إفريقيا والعالم العربي والإسلامي ويضاه به وتأخذ كمثال على الصعيد الدولي هل هكذا لا أريد أن أستعمل يجازى هذا البلد بهذه الطريقة في الواقع هل ندافع جميعا وفعلينا عن حقوق الإنسان أم نريد أن نجعل من هذا رعا لخدمة أجندات أخرى أتمنى أن لا يكون هذا هدف إخوانا وأصدقائنا الأمريكيين نعم سيد ريسال قراء والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شكرا لك على هذه التوضيحات بمركز التخيم الوطع بإقليم الطنطان أسدل الستار على أنشطة التدريب التكويني الخاص لمؤطري مخيمات التربوية في إطار الدورة الرابعية التدريب الذي نظمته النيابة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة تواصلت على مدى أسبوعين حيث استفاد مؤطرون لمجموعة من الأقاليم بالمملكة عروض النظرية والتطبيقية تهم مجالات الطفولة والتربية والترفيه تساعد على إدماج الأطفال في بوطقة فضاءات التخيم أشرفنا على تنشيط ورشات في التربية الصحية في البرمجة في المخيمات الصيفية كل آليات والبرامج التي يمكن أن تفيد المؤطر وتعاونه جديد الصحف اليوم غد ألفنين في تقرير لزميل محمد نوار نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادر يوم غدن الاثنين من يومية الأحداث المغربية وكتبت بالبنط العريض في صفحتها الأولى بأن مجموعة من العواصم الدولية تعارض تغيير مهام المينورسو في الصحراء وجاء في تفاصيل الخبر بأن الدبلوماسية المغربية متفائلة بشأن مشروع المسودة الخاصة بعد تطمينات عدد من عواصم دول أعضاء في المنتظم الأممي منها فرنسا وإسبانيا ووضحت الأحداث المغربية أن كل ذلك رغم سعي الولايات المتحدة الأمريكية تأييد مسودة قرارها بعد أن أصدرت في ظرفية غير بريئة تقرير خارجيتها ونقلا عن جريدة البايسة الإسبانية كتبت يومية النهار المغربية في عددها الصادر يوم غدن الاثنين يبدو أن إسبانيا غير متحمسة للمسودة الأمريكية لتوسيع صلاحية المينورسو في الصحراء لتشمل حقوق الإنسان هذا على الأقل ما حملت أولى إرهاصاته يومية البايس في عددها ليوم السبت وتعمل إسبانيا رفقة فرنسا لتليين مضامين مجائف المسودة الأمريكية الغير قابلة للتطبيق وصلتت البايس بحسب مجائف النهار المغربية الضوء على الموقف الفرنسي حينما اعتبرت أن باريس حاول تلطيف مضامين المسودة الأمريكية مشيرة إلى أن مصادر دبلوماسية فرنسية أكدت أن باريس ليست في وضع يسمح لها بإعلان موقفها الخاص بالتصويت لصالح المسودة الأمريكية أم لا مشيرة إلى تصريح للناتق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو الذي اعتبر أن التفاوض هو السبيل لتحقيق التقدم في ملف الصحراء مستبعدة في الوقت ذاته استخدام فرنسا لحق الفيتو بمجلس الأمن لتقويض المسودة الأمريكية وارتباطا بذات الموضوع صحيفة إيسبريس الإلكترونية كتبت في آخر مسجداتها الإخبارية أعربت الفيدرالية العامة لمسلم فرنسا عن رفضها القوي للمقترح الأمريكية الأخير الذي يرمي إلى توسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة المينورسو إلى الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية مبدية استياءها العميق لهذه السلوكية التي تتنافى مع التخصصات القانونية للمينورسو بل هي نتيجة للحقد الدفين الذي يكنه خصم ووحدة ترابية للمغرب وبمعيتهم بعض الجهات المعادية لمسلسل الإصلاحات وروح الاستقرار الذي ينعم به المغرب وأفاد الدكتور محمد بشاري رئيس الفيدرالي العام لمسلمي فرنسا وأمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي في بلاغ توصلت بإيسبريس بأن هذا الطرح المغرض يهدف للتشويش على الحلول الموضوعية والناجعة التي رحب بها الرأي العام الدولي وسطر بقوة على مصداقيتها وعلى النوايا الحسنة التي ستميز بها السياسة المغربية لحل هذا الإشكال الشائك والخطير وأحذر المصدر بحسب ما جاء في إيسبريس من مغبة النزوع إلى تطبيق القرار الأمريكي باعتبار أن هذا التوجه الجديد يخدم أجندات لها مصالح خاصة في زعزعة المنطقة وعدم استقرارها وفي استمرار العداء المفتعل للمغرب ولمؤسساته الدستورية ضربة بذلك عرض الحائط ما سينجم عن ذلك من مخاطر ستعرض المنطقة المغاربية بأكملها لكوارث حربية وإرهابية لا يعلم حجمها وعواقبها إلا الله أما صحيفة الأخبار فكتبت في صفحتها الأولى من عدد يوم غد الثنين عن اختتام اجتماع وزراء الداخلية المغاربيين الذين احتضنته العاصمة الرباط وأشارت اليومية إلى أن وزراء داخلية بلدان اتحاد المغرب العربي أكدوا في ختام التظاهر اليوم الأحد على ضرورة بدل كافة الجهود من أجل مكافحة الإرهاب واجتثاث جدوره باعتبار أن هذه الظاهرة تستلزم مواجهة جماعية منسقة ومستمرة بحكم علاقات الجوار والانتماء لنفس الفضاء الجهوي بالنظر إلى التحديات والتهديدات المشتركة التي تواجهها في بيان صدر في ختام أشغال الجماع عقدوه اليوم بالرباط بالأرهاب بكافة أشكاله وأنواعه لما يمثله من خطر محدق على سلامة واستقرار وأمن الدول المغاربية ولما يشكله من خطر مباشر عليها وأكدين على ضرورة مكافحة كافة الجماعات الإرهابية بما في ذلك تلك التي تتستر بالدين الإسلامي السمح لتنفيذ مخططاتها ومن صحيفة جود نختم جولتنا الإخبارية عبر الصحف الورقية والجرائد الرقمية وكتبت في آخر مسجداتها الإخبارية أقدم الدورية من الفوج الثاني للإنزال التابع للبحرية الملكية ممتطية قاربا من الألمنيوم أول أمس الجمعة بتوقيف أربعة قوارب لمغاربهم يصطادون السمك وذلك بنقطة الصيد لمهيريزو بالضبط ما بين الدخيلة وكورفيرو الواقعتين بنفوذ تراب حمالة قليم وسرد بحجة أنهم يصطادون في مناطق ممنوعة وجاء هذا المنع بحسب ما جاء في جود في وقت تتساءل جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب في بلاغ لها عن هذا الإجراء ما دامت القوارب الموريتانية تصطاد في المكان نفسه بل إن سفنا تصطاد أبعد من ذلك جنوبا أي على الحدود الموريتانية المغربية والخفي في الأمر أن هذه المنطقة التي اعتبرتها عناصر البحرية الملكية منطقة محرمة هي في الحقيقة منطقة لاستراد السجائر المهربة من القطر الموريتاني وما شبه ذلك من أعمال تخارب اقتصاد بلادنا وأولم أن داركلم هيريز أعاد الأسماك لأصحابها ومحركات القوارب بعد الاقتناع بأنه ليست هناك أي مخالفة وقال مهني في قطاع الصيد لو كانت هناك مخالفة لن تسمح النيابة العامة بهذا الإجراء انتقلت العفولة تعالى المرحومة دغباجة بنت عبدالله والمحمد أبيد الله عن سنين تناز ثمانين سنة الفقيدة تنتمي لقبيلة مجات أهل علي بن سالم تقمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكن فسيح جناته وألهم ذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون نصل اللحظة مشاهدي الكرام إلى الفقرة الخاصة بأحوال التقص بالأقاليم الجنوبية غدا إن شاء الله ستظل الأجواء صافية إلى قليلة سحب المنطقة درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين ثمانية عشر درجة بكل من سيدي إفني والداخلة وتسعو عشرين بمدرقة في حين ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين واحد واربعين درجة بالعيون وستة وعشرين درجة بالداخل في حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون البحر هائج إلى قليل الهيجان على العموم شروق الشمس غدا بمدينة العيون سيكون على تمام الساعة السادسة وستة وعشرين دقيقة أما غروبها سيكون عند تمام الساعة السابعة وستة عشر دقيقة إن شاء الله أما عن بعض درجات الحرارة في بعض المدن المجاورة لبلادنا فسيكونوا على الشكل التالي بومكو 43 درجة تيندوف 41 درجة نواك شوك 32 درجة نواديبو 27 مع تسجيل 36 درجة بالعاصمة الرباط قبل الختام نذكر مشاهدين الكرام أنه يمكن لمنذاته متابعة نشرة الأخبار للأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الانترنت كما يمكن متابعة البث الحي لقناة العيون وإذا عتي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم للموقع الملكي الاستشاري لشؤون الصحراوية كوركاس بوين كوم فما يمكن متابعة نشرة الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الاندرويد وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وغوبل بلاي كما تلتقون غدا مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية على الساعة الرابعة وربع إن شاء الله نشاهدكم وإنتهاد إلى اللقاء اشتركوا في القناة